والحالة النفسية والإعلاقتها بالنقاص الوزن والوصول الرشاق ده بيبقى جزء مهم جداً ده اللي أنا ببنى عليه إزاي الإنسان اللي قدامي أو السيدة نهي أو الفتاة إنها تبحث عن هدف أو تارجد بالنسبة لها تقدر تحققه لأنه ما تنساش الفترة بتاعت الدايت بيكون فترة بيبقى فيها مغريات كتير وبيكون فيها مطبات كتير يعني ما فيش حد بيبدأ دايت إلا بتقابل مطبات كتير في حياته مطبات اللي هي بتكون عزمات أو ضيوف بيجي عندهم أو مناسبات اجتماعية لازم تكون متواجدة والأبن بفيه بقى اللي بيكون حاجة أساسية في الحاجات لزي كده ورح نبلى الطبقة بقى قد كده ونكن نصه بس ونكن بالزبط فده طبعاً بتبص المكان في الشخص عنده الاستعداد النفسي الممتاز والدعم النفسي من المحيطين ده ما بيوصلهش للنتيجة اللي هو عايزها لكن كل ما يبقى عنده تارجد أو عنده هدف معين هي عايزة تحقق وزنها وبالتعاون مع الدكتور بتاعها بيقول لها أنت المفروض تنزلي قد إيه فقد إيه ده بتبقى أول خطوة وأهم خطوة يا دكتور أحمد ولو الحلقة بتاعتنا طلعنا بيها للاستادة المشاهدين واستفادوا أنه كل واحدة بنحفز عندها الهدف ونحفز عندها الاهتمام أن هي تحقق النتيجة نجحنا نجحنا وجه تعب حركة في المشوار الطويل اللي انتخدت النهاردة بفايدة للاستادة المشاهدين